حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تتواصل على مستوى جهة الداخل وادي الدهب في ظروف جيدة مصالح وزارة الصحة مستمرة في تنزيل مضامين المخطط الوطني للتلقيح ضد كورونا من خلال تلقيح ما يزيد عن 3200 مستفيد حتى الآن مصالح وزارة الصحة قامت بجهيز 6 مراكز قارة بإقليم والذهب بإضافة إلى مركز بيرقندوز بإقليم أوسرد وكذلك 5 فرق متنقلة لمكنتنا أن نحق نسبة مهمة من التلقيح وفي إطار مواكبة وزارة الصحة لإنجاح وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المسجد تقوم فرق من الوزارة بزيارات ميدانية للوقوف على السير الجيد لعمليات التلقيح هناك عدة فرق تزور جميع جهات المملكة الـ 12 مهمة لها هو تقديم التعمل اللازم والوقوف على سيرورة هذه العملية عملية التلقيح تسير على نحو جيد بفضل تضافر جهود جميع العاملين في الخطوط الأمامية من أطر صحية وسلطات محلية وأمنية إضافة إلى باقي المتدخلين اشتركوا في القناة